يا دكتور إيه تفاصيل المبادرة وإيه اللي ممكن تقدمه وزارة الصناعة مع البنك المركزي للمصنعين إحنا بنتفق طبعا أنه قطاع الصناعة يعتبر من القطاعات الحيوية جدا في الاقتصاد بشكل عام في الاقتصاد المصري قطاع الصناعة بيحتل تقريبا نسبة 16% من حجم الناتج الإجمالي المصري ده رقم يعتبر ضعيف نسبيا ولكن من المقرر أنه بحلول عام 2030 النسبة دي تصل إلى حوالي 30% القطاع الصناعة بيضم عدد كبير جدا من العملة بتصل إلى تقريبا 13% من إجمال حجم القوة العاملة اللي موجودة في مصر القطاع ده بيضيف ودي بقى يعني الحاجة الجوهرية في أهميته بيضيف تقريبا 85% من إجمال الدخل القومي من الصادرات غير النفطية ده طبعا بيدل على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع واللي الحكومة أولته اهتمام بالغ خلال الفترة الأخيرة وخاصة أن احنا بقى عندنا نائب رئيس للوزراء لشؤون التنمية الصناعية وهو الفريق كامل الوزير واللي الحقيقة بنعاول عليه كثيرا أن هذا الرجل سيقدم فعلا في هذا الملف إنجاز هائل خلال الفترة القادمة الحقيقة كانت عيني الحكومة على ملف تعصر المشروعات وده ملف مهم جدا والحكومات المتعقبة خلال الفترات من 2011 بالذات الحقيقة بدأت تقترح حلول كثيرة جدا لهذا الملف ولكن الحياة الجوارية أن احنا عندنا للأسف غياب للرقم الحقيقي لحجم تعصر المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في مصر ما عندناش رقم حقيقي يقول احنا عندنا مشروعات متعسرة قد إيه تعم